وضع كارثي ذلك الذي تعرفه محطات نقل المسافرين داخل وخارج ولاية تيارت فلا زالت معظم الدوائر الكبرى تعاني من نقص فادح لمحطات نقل استوطنت الطرقات وانعدمت بها كافة المواصفات الحديثة التي ترائي حقوق المسافرين هي شبه محطات اليوم تنتشر عبر المدن الكبرى بيتيارت وتحتل الطرقات الأرصفة والحذائر لترسم معاناة المواطن فهذا الإشكال الذي طرحناه على مديرية النقل بيتيارت كان رده ببرمجة محطات جديدة بعدد من الدوائر في القريب العاجل سيتم بإذن الله منح هذه المحطات لمصطف ميرين خواص بكل من بلدية فرندة وبلدية مهدية وبلدية قصر شلالة والسوقر محطة السوقر هي محطة برية من صنف با أما فيما يخص شلالة وبلدية مهدية فهي محطات من صنف جيم وإلى حين تجسيد هذه المحطات البرية يبقى المسافر بيتيارت يكابد معاناة يومية في ذل عدم محطات نقل تواكب العصر وتصب في خدمة المسافر والناقل على حد سواء